بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الدارسين تناولنا في المحارة السابقة استعراض المداخل الإدارية المختلفة حيث تناولنا مدخل الإدارة العلمية ومدخل وظائف الإدارة ومدخل وحركة العلاقات الإنسانية ومدخل صنع القرارات ومدخل العلوم السلوكية وسنبدأ الآن في تناول باقي المداخل سنبدأ بالمنهج الكمي في الإدارة أو ما يطلق عليه بحوث العمليات وبدأ هذا المدخل مع بداية الحرب العالمية الثانية والتي أفرزت مشكلات معقدة حيث استخدمت أوروبا وأمريكا قدرا هائلا من الموارد البشرية والمادية والتي كان يتعين نقلها ونشرها بطرق كفئة لتحقيق مجموعة من الأهداف في ظل ظروف بيئية سريعة التغيير وربما لم يسبق من قبل أن واجهت منظمات مدنية وعسكرية مثل هذه الموقف الإدارية المعقدة والتي تتطلب أيضا صنع قرارات معقدة خلقت هذه الموقف الإدارية المتميزة الحاجة إلى حل المشكلات الإدارية بأقصى فاعلية وكفاءة ممكنة بعد انتهاء الحرب عاد الباحثون العمليات العسكرية بأساليبهم لحل المشكلات عادوا إلى مصانعهم، منظماتهم، جامعاتهم وقدموا مدخل بحوث العمليات في الكليات الجامعية المعنية يتميز هذا المدخل مدخل بحوث العمليات بالخصائص الأتي أولا تنظر بحوث العمليات لحل المشكلات من المنظور الشامل للنظام اثنين لا تستخدم بحوث العمليات بالضرورة فرقا تبادلية لكنها هي نفسها تبادلية استقترب من علوم الطب والاقتصاد والرياضيات وتأخذ وتطبق الأساليب الملائمة من كل مجال للنظام موضوع الدراسة أو المعالجة ثلاثة لا تجرب بحوث العمليات مع النظام المبحوث نفسه لكنها تبني نموذجا محاكيا للنظام لتجرع عليه التجارب أربعة يمثل بناء النموذج والمعالجة الرياضية منهج بحوث العمليات الذي يعتبر إسهاما أو إضافة جيدة في مجال المعالجة المشكلات الإدارية خمسة تركز بحوث العمليات أساسا على صنع القرار ستة تستخدم الحاسبات الآلية بكسافة في منهج بحوث العمليات المدخل السابع من مداخل دراسة الإدارة وهو مدخل النظام وسنبدأ في تناوله تحليلا بداية مع تعريف مفهوم النظام النظام هو مجموعة من العناصر المتلاحمة والمتكاملة والمتفاعلة مع بعضها البعض بحيث تشكل كلا متكاملا لتحقيق الأهداف المشترطة وللنظم أنواع أولا حسب علاقتها بالبيئة نظم مفتوحة وتتصف بما يلي أولا هي أنظمة بينها وبين البيئة الخارجية علاقة مستمرة تتمثل تلك العلاق في تبادل المعلومات والموارد من وإلى البيئة هذه الأنظمة المفتوحة تحتاج لتتخل العنصر البشري لضبطها بما يحقق الأهداف المنظمة النوع الثاني هي أنظمة مغلقة تتصف بي أولا تلك الأنظمة ليس بينها وبين البيئة أي نوع من أنواع العلاقات هي أنظمة معزولة عن البيئة لا تحتاج إلى تدخل العنصر البشري لأنها تتاتية الإضاءة المنظمة كنظام يمكن توضيح المنظمة كنظام من خلال النظر إلى المشروع أو المنظمة على أنه جزء أو نظام فرعي من النظام الكبير البيئي وهذا المشروع يحتوي على مجموعة من الأجزاء أو النظم الفرعية الأخرى مثل نظام الإنتاج والتسويق ونظام التمويل ونظام الموارد البشرية ومهمة الإدارة هنا في هذا النظام هي أن تعمل على التنصيق بين الأنشطة والنظم الفرعية وربطها بالبيئة الخارجية المحيطة وحتى يمكن للإدارة أن تقوم بهذا الدور فإنها تمارس بعض العمليات الإدارية مثل التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة وإن ثم تحقق الأهداف العامة للمنظمة وفي ظل مدخل النظم فإن المكونات الأساسية للمنظمة باعتبارها نظاما هي أولا المدخلات وهي عناصر البيئية والبشرية والمعلوماتية المستخدمة للحصول على السلع والخدمة من البيئة المحيطة التي يعمل بها النظام أو المنظمة نين العمليات التحولية وهي العناصر والعمليات الخاصة والتي تتم داخل المنظمة من أجل تحويل المدخلات إلى مخرجات ثواء كانت تلك المخرجات في شكل تلع أو خدمات إما أن تكون عمليات فنية أو أيضا أن تكون عمليات إدارية ثالثا المخرجات وهي النتائج المتحصل عليها من عملية التحويل السابقة والتي قد تكون إما سلع أو خدمات رابعا الأصل المرتد أو التغذية العكسية وهي المعلومات الناتجة من عملية التنفيذ الخاصة بكل مرحلة ويمكن توضيح المنظمة ومفهوم المنظمة كنظام من خلال الشكل التالي نجد أن المنظمة كنظام من ثلاث مكونات أساسية هي المدخلات والعمليات والمخرجات كذلك نجد أن هناك عناصر للبيئة الخارجية من موردين وكذلك من عملاء ونظام سياسي وأيضا من منافسين ومن بيئة محيطة ومن قواعد وقوانين كل ذلك يتفاعل معا من خلال مدخلات وعمليات ومخرجات والتي تؤدي في النهاية إلى تقديم السلعة والخدمة بما يتغافق مع احتياجات المكتمة المدخل الثامن من مداخل دراسة الإدارة وهو المدخل الموقفي أو الشرطي يقوم هذا المدخل على أنه لا يوجد أسلوب إداري أمسل وعام يصلح لكل منظمات ولكن أن أسلوب الإدارة يمكن أن يختلف باختلاف طبيعة المنظمة واختلاف الظروف البيئية التي تعايش فالهيكل التنظيمي مثلا في مصنع يختلف تماما عنه عن في شركة نال أو في بنك أو هيئة حكومية وإن فعالية الأسلوب الإداري الذي تمارسه إدارة المنظمة يتوقف على أولا خصائص المنظمة ومنتجاتها ثانيا نمط ومستوى التكنولوجيا المستخدر ثالثا العلاقة بين النظام الفرعية بالمنظمة والمنظمة كنظام كل وعلى ذلك فإن اختيار أسلوب إداري معين من بين أسلوب إدارية بديلة لابد أن يكون بتشخيص وتحليل موقف المنظمة الذي تعايشه وأن الأسلوب الوداري المناسب لمنظمة ما قد لا يكون مناسبا لمنظمة أخرى أو حتى لنفس المنظمة في فترة أخرى ومن خلال المدخل الموقفي الموقفي أو الشرطي يمكن تصنيف المنظمات إلى نمطين النمط الأول هو النمط الميكانيكي والنمط الثاني هو النمط العضوي وأخيرا مدخل الإدارة بالأهداف ظهر هذا المدخل في خمسينيات القرن العشرين ليساعد الإدارة بالمنظمات على التقييم الموضوعي لأداء الأفراد كأساس لكل من أولا الحفز اثنين تقييم وتقييم الأداء ثلاثة زيادة الإنتاجية لو تناولنا مدخل الإدارة بالأهداف من حيث أولا طبيعة الإدارة بالأهداف الإدارة بالأهداف هي عملية مشتركة بين المدير ومرؤوس لوضع وتصميم الأهداف فالرئيس والمرؤوس يشتركون معا في تصميم الأهداف سينفذها كل مرؤوس مع مراعاة أن مكافئة المرؤوس مستقبلا ستتوقف على مدى نجاحه في تحقيق الأهداف التي اشترك مع مديره في وضعها تقوم نظرية ومدخل الإدارة بالأهداف على فردين أساسين هما الفرد الأول أن الأهداف يجب أن تتضارج تنازليا من قمة الهرم التنظيمي إلى المستوى التالي وهكذا حتى أدنى مستوى في السلم التنظيمي بالمنظمة ثانيا أن المرؤوس ومن خلال هذه العملية المشتركة مع رئيسه سيكون أكثر اكتزاما بتحقيق الأهداف التي شارك في تصميمه